السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرحبا بكم مع درر الحكمة نسأل الله تعالى أن يحيى قلوبنا بالحكمة أيها الإخوة الأحباب يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقوا كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل أيها الإخوة الأحباب هذه كلمة حكيمة يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة نعم إن من الشعر حكمة ومن هذا الشعر الحكيم هذه الكلمة التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أعتبرها أصدق كلمة قالها شاعر بل قال في الرواية الأخرى أشعروا كلمة قالتها العرب أو أشعروا كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد لبيد ابن ربيع هذا الرجل الذي كان كافرا ومع ذلك أجر الله تعالى على قلبه ولسانه هذه الكلمة الحكيمة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بالصدق ثم إن لبيد ابن ربيع بعد ذلك أسلم وحسن إسلام ومات على الإسلام لكنه قال هذه الكلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بالحكمة العلماء قالوا ما معنىها ما معنى ألا كل شيء ما خل الله باطل قالوا أي كل شيء ما عدى الله عز وجل باطل فالله سبحانه وتعالى هو الموجود الحق سبحانه وتعالى هو الموجود الذي لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده سبحانه وتعالى ولا يستمد وجوده من غيره فهو الغني عن عباده سبحانه وتعالى هو الحي القيوم قائم بنفسه هو الصمد الذي غيره محتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هكذا فالله تعالى هو الحق وكل شيء ما عداه باطل باطل لماذا؟ لأنه مستمد وجوده من غيره فالله هو الذي أوجده نحن لم نوجد أنفسنا وإنما أوجدنا الله عز وجل ثم إن هناك أول لوجودنا وآخر لوجودنا في زمن لم نكن موجودين فيه وهناك زمن سيأتي علينا بعد ذلك لا نكون موجودين في هذه الدنيا ولذلك الموجود الحق والحق سبحانه وتعالى الوحيد هو الله عز وجل وهذا ما أشار إليه قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون نعم كل شيء هالك إلا وجهه أيها الإخوة الأحباب ألا كل شيء ما خل الله باطل هذه كلمة حكيمة والله عز وجل هو الحق وغيره هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل إذا كان غير الله عز وجل باطل فالله عز وجل هو الحق والحق اسم من أسماء الله عز وجل من أسماء الله الحسنة العظيمة التي كثر ذكرها في القرآن الكريم فالله عز وجل هو الحق وما عداه باطل هو الإله الحق المعبود بحق ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من عبادة الأصنام ومن عبادة الشجر والحجر والبشر هذا كله عبادة باطلة ولذلك كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك إله الحق قال العلماء في تفسيرها أي لبيك يا إله الحق أو قال العلماء معناها الإله الحق أنت الإله الحق سبحانه وتعالى والعلماء كذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو الحق ويهدي إلى الحق ولذلك الله عز وجل يقول هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق من أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله عز وجل وهذه الآلهة المزعومة هل تهديكم إلى الحق وتأمركم بالحق؟ لا أبداً لم تأمركم أصلاً بشيء لأن الأصنام ليست لها شريعة وإنما القائمون عليها هم الذين يحلون للناس ويحرمون للناس قل الله يهدي للحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ الأصنام لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرّة ولا تستطيع الانتقال من مكانها إلا أن غيرها من الناس من يحملها وينقلها إلى مكان آخر فلا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرّة إذن الله هو الحق والله عز وجل إله الحق والله سبحانه وتعالى يهدي للحق سبحانه وتعالى وهو الملك الحق سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق الله عز وجل هو الملك الحق كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه خلق السماوات والأرض بالحق قال وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق خلقهما لحكم عظيمة ما خلقهما لاعبا سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق إذن الله تعالى خلقهما لحكم عظيمة لتستقيم هذه الدنيا وأنزل الكتاب الذي به تنتظم السماوات والأرض وأنزل الكتاب بالحق لتستقيم الحياة في السماوات وفي الأرض ولذلك في القرآن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وفي القرآن أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قال بعض أهل العلم سوى الله تعالى بين النعمتين بين نعمة خلق السماوات والأرض وبين نعمة إنزال الكتاب لأن السماوات والأرض لا تستقيم إلا بهذا الحق وهو الكتاب الكريم والقرآن الكريم واللي يشتمل على هدى الله سبحانه وتعالى ولذلك في الآية الأخرى يقول الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لو أتاهم الله عز وجل بما يشتهون وبما يعني يلبي هواهم لفسدت السماوات والأرض لا ليس الحق هو الذي يتبع هواك وإنما أنت الذي تتبع الحق وتلجم هواك وتهذب غرائزك بهذا الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أنه يحق الحق بكلماته قال تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله عز وجل يظهر الإسلام ويظهر الحق وينصره على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق ولذلك هذه كلمة أو هذه الآية كان يرددها صلى الله عليه وسلم عندما دخل فاتحا مكة وجعل يحطم الأصنام التي كان المشركون وضعوها حول الكعبة ويدفعها بعصى له فتخر منهدم وهو يردد قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق مجتملا على الحق وأنزله كذلك بالطريق الحق ولذلك يقول الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزل الكتاب مجتملا على الحق والهدى والحق الذي يمحو به الباطل ويزهق به الباطل ونزل كذلك عن طريق ملك كريم هو سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولذلك القرآن الذي أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق سمى الله تعالى الفرقان الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير قال العلماء إنما سمي بالفرقان لأن الله تعالى به فرق بين الحق والباطل فهو كتاب نزل بالحق ليفرق بين الحق وبين الباطل العلماء كذلك ذكروا أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وهو الإسلام وقد جاء الناس بالحق يقول الله سبحانه وتعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين هذا كلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين ولذلك أهل الجنة وهم في الجنة ذكر الله تعالى عنهم في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون لقد جاءت رسل ربنا بالحق فالله تعالى أرسل رسله بالحق وأنزل عليهم الكتب بالحق وخاتموهم محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وأنزل الله تعالى عليه خاتم الكتب بالحق كذلك ولذلك أيها الإخوة إذا كان الله عز وجل هو الحق ويهدي إلى الحق وأنزل على رسوله الكتاب بالحق وارسله بالهدى ودين الحق كل ذلك يجعلنا نوقن أن الله عز وجل هو الحق وأن اسمه الحق من أسماء الله الحسن له معنى عظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى في قيام الليل كان يقول اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق هكذا يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى هو الحق سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق نعم وعد الله عز وجل هو الحق الشيطان والعياذ بالله سيقف في النار يخطب في أهلها إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي يقول لهم أنا وعدتكم وعدا باطلا استجبتم لي لماذا استجبتم لي كان يجب عليكم أن تستجيبوا لله سبحانه وتعالى الذي وعده حق اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ثم قال ولقاؤك حق ولقاؤك حق يعني البعث بعد الموت إن ربنا سبحانه وتعالى سيبعث الناس يوم القيامة لقاء الله عز وجل حق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين لقاء الله حق البعث حق كان الناس ينكرون البعث يقولوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أئنا لمدينون معقول بعد ما نموت نبقى تراب حنبعث في شك من هذا لكن المؤمن يوقن أن البعث حق وأن لقاء الله سبحانه وتعالى حق وقول الله عز وجل هو الحق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى وقوله حق والجنة حق والنار حق والساعة حق قال العلماء ومعنى هذا إن المؤمن يؤمن بأن كل ذلك حق وأنه موجود وأن الإنسان سيبعث وأن المؤمن سيدخل الجنة وأن الكافر سيدخل النار وبالآخرة هم يوقنون نؤمن بأن ذلك حق لا شك في ذلك أبدا والنبيون حق من أركان الإيمان أن نؤمن بكل رسل الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله وأن نؤمن كذلك بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن الله عز وجل أرسله وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده وأنه أرسله للناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كل ذلك مستمد من اسم الله الحق فالله هو الحق وغيره الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير فلقاء الله عز وجل حق والبعث بعد الموت حق ولذلك أيها الإخوة الحق سبحانه وتعالى يقضي بين الناس إذا بعثهم يوم القيامة بالحق ويقضي بينهم بالعدل يقول الله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فالله عز وجل قضاؤه حق وقضاؤه عدل سبحانه وتعالى والحق سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق قال الله عز وجل والله لا يستحي من الحق لا يستحي من بيانه وتعليمكم إياه إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق لما أراد الله عز وجل أن يعلم الصحابة أدب الضيافة عند النبي صلى الله عليه وسلم وإن الواحد منهم إذا دخل فطعما وأكل وشريبا يعني ينبغي عليها أن يخرج ولا يثقل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق ولذلك المرأة الصالحة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن بعض الفقه في شأن الاغتسال من الجنابة قدمت بين يدي سؤالها قول الله تعالى والله إن الله تعالى لا يستحي من الحق يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يعني إذا رأت أثر المني الذي خرج باحتلامها وبما رأته في منامها نعم وجب عليها الاغتسال شأنها شأن الرجل في ذلك الأمر الله تعالى لا يستحي من الحق أيها الإخوة والأحباب هذا يعني اسم الله الحق الذي ينبغي أن ندعو الله عز وجل به يعني الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها والعلماء يقولون ندعوه بها دعاء مسألة وندعوه بها دعاء عبادة دعاء المسألة اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق هكذا كان يخاطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي احكم بيننا وافصل بيننا بالحق هذا من دعاء المسألة أما دعاء العبادة فأن يكون المسلم دائما مع الحق وأن يكون دائما حريصا على كلمة الحق كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب يعني يا رب إلهمني إننا أقول الحق في حال الرضا وفي حال الغضب في حال الرضا الدنيا يعني واضحة أنا راضي عن فلان أو أنا في حالة رضا فسأقول إن شاء الله كلمة الحق والغضب قد يخرج الإنسان عن قول الحق أنا غضبان من فلان أنسى كل فضائله وأنسى كل حسناته وربما أقضي عليه لأني غاضب منه الله عز وجل يقول وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هو أقرب للتقوى فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب هكذا كان يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الإنسان أن يقول كلمة الحق في الرضا والغضب وأن يتعلم إنه إذا حكم بين اثنين حكم بالحق يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وكان بعض السلف يقول يعني لأن أحكم وأقضي بين اثنين بالحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله شوف رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه الرباط اللي هو إنك تشيل سلاحك وتحرص حدود الأمة ضد الكافرين الذين يريدون الاعتداء عليها الرباط يوم في سبيل الله هذا خير من الدنيا وما عليها سيدنا مسروق رضي الله عنه ومن التابعين يقول لأن أقضي بين اثنين بالحق خير وأحب إلي من رباط سنة في سبيل الله بس المهم القضاء يكون بالحق لو اثنين غضبانين واللزعلين من بعض وقال لك تعالى احكم بنا بالحق احكم بالحق ولا تتبع الهوى وإنما تقضي بالحق النبي عليه الصلاة والسلام يقول القضاة الثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة اثنان في النار وواحد في الجنة اللي في النار رجل قضى بغير الحق أو بالهوى فعلم ذاك هو عارف الحق فين ومع ذلك قضى بالباطل أو قضى بالهوى فهو في النار وراجل أو قاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس قضى على جهل مش عارف الحكم ايه وافتى بغير علم وحكم بغير علم فضيع حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة بالحق المهم ان يتعلم الانسان من اسم الله عز وجل الحق والله تعالى هو الحق وما عداه الباطل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل إذن الإنسان يتعلم أن يقضي بين الناس بالحق ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير ردي في بئر فهو ينزع منها بذنبه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم حالة الإنسان الذي يعين قومه على غير الحق هو عارف أن أخوه غلطان بس مع ذلك هو معه في الغلط عارف أن علته بتعمل شيء غلط ومع ذلك هو مساند لهم في هذا الباطل وهذا ليس شأن المسلم وإنما شأن المسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال أن تأخذ على يديه يعني الظالم ده محتاج حد يفرمله محتاج حد يقول له توقف محتاج حد يقول له اتق الله عز وجل علشان يرجع عن ظلمه فإذا رجع عن ظلمه فقد أعناه على نفسه ونصرناه على نفسه ونبقى كذا نصرناه من نفسه الأمر بالسوء ونصرناه على شيطانه ورجع عن ظلمه إنما أن نكون عونا له على ظلمه فهذا باطل والعياذ بالله وهذا من العون على الباطل ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أعف عن من ظلمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقول الحق ولو على نفسك مش كمان يعني قول الحق على أقاربك لا قول الحق حتى ولو على نفسك وعلمنا صلى الله عليه وسلم قول الحق ولو كان مر حتى ولو كان كلمة الحق الضريبة بتاعتها غليا قل كلمة الحق ولو كان مر فإن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل كما قال بعض الحكماء هذا إن استطعت أن تقول الحق فقل فإن لم تستطع فاصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإذا استطاع الإنسان أن يقول الحق قاله فإن لم يستطع سكت ولم يقل الباطل هكذا ثم يقول صلى الله عليه وسلم يعني لا يمنعنا أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده يعني لا يمنع الناس أو الإنسان من الخوف من الناس أنه يتكلم بكلمة الحق ويعني الرجل الحكيم كان يقول إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيل لابد في الأمة هذه من قوم قائمين على الحق حتى يرث الله الأرض ومن عليها قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله عز وجل الذي لكم وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نقف مع صاحب الحق حتى يأخذ في سنن الإمام ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل قرضا فجاءه الرجل الأعرابي الذي اقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم منه جاء يتقاضاه فأغلظ له وقال له يعني أحرج عليك إلا قضيتني فانتهره الصحابة وقالوا تدري مع من تتكلم كيف تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة فقال الرجل إني أطلب حقي فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة معاتبا هل لا مع صاحب الحق كنتم الله أكبر صلى الله عليه وسلم قلهم يعني كان الواجب أن تقفوا معه فإنه يطالب بحقه تناسى النبع عليه الصلاة والسلام وتغافل وعفى عن أسلوب الرجل الغليص في المطالبة لكن قل الصحابة هو يطلب حقه هل لا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى السيدة خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت وأمي رسول الله فأقرضته فوفى الرجل الأعرابي وقضى الأعرابي وأطعمه ثم قال الأعرابي له صلى الله عليه وسلم أوفيت أوفى الله تعالى لك فقال صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس إنه لا قدسة أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتعن يقول صلى الله عليه وسلم الأمة التي تريد أن يطهرها الله عز وجل وأن ينصرها الله سبحانه وتعالى لابد أن يحكم فيها بالعدل حتى ولو كان صاحب الحق ضعيفا ينبغي أن يأخذ حقه وينبغي أن تكونوا مع صاحب الحق هل لا مع صاحب الحق كنتم؟ وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة هذه كلها أيها الإخوة كلمات حكيمة من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين مكانة الحق وأنه ينبغي علينا أن نكون من أهل الحق وأن نقول الحق ولا نخش في الله سبحانه وتعالى لو متى لائم كل ذلك من بركات اسم الله عز وجل الحق ألا كل شيء ما خل الله باطل هكذا كلمة حكيمة قالها رجل ووقت أن قالها لم يكن مسلما ولكن مع ذلك أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها أصدق كلمة قالها شاعر أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير فلنكن عابدين للإله الحق مطيعين له لبيك إله الحق لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ولنكن من أهل الحق في قولنا وفي قضائنا وفي يقوفنا مع صاحب الحق حتى يأخذ حقه فإذا كنا كذلك انتفعنا بدراري الحكمة نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وإلى لقاء قادم مع حلقة جديدة وحكمة جديدة من دراري الحكم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته